ازاي يوكوا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال لو ولادك من عشاء الكوكيز ومش بيصبط معاك خالص تعالي جربي وصفة كوكيز لعشر دقايق تحضيرها وتجهزة وتسويتها ان شاء الله مش هزيد عن عشر دقايق هتطلع معاك ان شاء الله نكحة ومزبوطة من اول مر يلا بينا نسمي الله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ في وصفتنا على طول لكن قبل ما نبدأ في وصفتنا النهاردة حاب افكركم تنزلوا وتعملوا لايك تحت الفيديو علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس واللي لسه جداد على القناة ومش واشتركين ينزلوا واشتركوا في فعال وجرس الاشعارات مبدأيا كده انا عندي نص كوباية من الزبدة الطرية بدرجة حارة المطبخ يعني لازم الزبدة تكون طرية وخصوصا في الجو البرد اللي احنا في ده ببدأ ان انا قلب الزبدة كويس قوي بالمعلقة لحد ما اطري القوام بتاحها الزبدة طرية لكن الجو برد فعشان كده هتاخد منك شوية وقت على ما توصل للقوام الطري اللي هتشوفي دلوقتي ممكن هنا تشتغلي بالمضرب او تشتغلي بالعجان بس هي مش مستهلة خالص وممكن كمان تشتغلي بيدك لحد ما توصلي للمرحلة دي بعد كده منزل عليها بنص كوباية ومعلقتين من السكر البودرة يعني تقريبا كوباية اللي تلت من السكر البودرة والسكر ده هتجيبي سكر عندك في البيت اي نوع سكر وتحنيه كويس جدا في المطحنة بتاعة الخلق ببدأ اقلب كويس جدا الزبدة مع السكر سواء بقى باستخدم المعلقة او بايدي او العجان او المضرب ايا كان الاداة لانا باستخدمها بس اهم حاجة اتأكد ان كنتي وصلتي للمرحلة دي انه السكر والزبدة امتزجوا تماما والقوام بتاعهم بقى كريمي وناعم ولونه مائل للونه الابيض يعني اصفر فاتح كده عندي هنا بطين بدرجة حارة المطبخ بنزل ببيضة بيضة اول بيضة بنزل بيها وبحط معها نص معلقة صغيرة من الفانيليا وبقلب كويس جدا لحد ما البيضة الاولانية تختيفي تماما والقوام بتاعي ما بيكونش مخرز هو في الاول بيفتفت كده ومع الضرب هتلاحظي انه بقى القوام بتاحها كريمي وبقى بالشكل اللي انت شايفها ده بعد كده بنزل بالبيضة التانية وبكمل برضو بنفس الطريقة لحد ما البيضة تختيفي تماما والقوام بتاعي يكون كريم كده تمام انا وصلت للقوامي اللي انا عاوزاه هنا بقى هقسم الكيمياء بتاعت دي على اتنين انا عاوز اعمل جزء كوكس فانيليا وجزء كوكس شوكولاتة ممكن من الاول خالص تعملي لكل حاجة مقدار يعني كوكس الفانيليا مقدار والشوكولاتة مقدار تاني بس انا عموما بحاول على قد ما اقدر بالنظر كده اسمهم كميتين قط بعض هاركنهم بقى على جنب دلوقتي علشان ابدأ احضر مقدار الديق هنبدأ الاول بكوكس الفانيليا وعندي كوباية من الديق متعدد الاغراض بنزل عليها بنص معلقة صغيرة ممسوحة من البيكينج بودر وربع معلقة صغيرة ممسوحة من البيكينج صودة وزرة ملح وبقلبهم مع بعض وببدأ انخل الديق بتاعي على النص الخليط الاولين هقلب الخليط بتاعي كويس جدا يا اما بالمعلقة او بالسباتيول لحد ما الدقيق يختفي تماما ما تعجينيش كتير في اي مغبوزات للباسكوت علشان العجينة بتاعتك ما تبقاش خشتنا وشكلها مخرص بعد كده ويبطل الملمس بتاعها ناعم اول ما توصلي انك خلاص الدقيق اختفق العجينة بتكون ملزاقة شوية مش انها تكون ملزاقة تبطل تضيف دقيق علشان العجينة بتاعتك تبقى متماسكة لأسي بها زي ما هي عندي هنا بقى شوية من الشوكولت شيبس ممكن تستخدمي الشوكولت شيبس البيضة او الشوكولت شيبس الغمقه هنا انا بس بليت ايدي راشة دقيق خفيفة كده علشان بس علمي العجينة بسيبها على جنب دلوقتي علشان نحضر كوكز الشوكولاتة عندي كوباية الا ربع من الدقيق وبحط ربع كوباية من الكاكاو الخام الغير محلة وبرضو نفس المكونات التانية البيكنج بودر والبيكنج سودا نص معلقة صغيرة ممسوحة وربع معلقة صغيرة ممسوحة ورشة الملح بقلب المكونات الجافة وبرضو بكرر نفس العملية مع الكوكز الفانالي لو انت مش حبها دركة قوي وعاوزها افتح شوية حط معلقة كاكاو بس وكملي بالباقي دقيق لحد ما تكملي الكوباية بتاعتك بضيف الشوكولات شيبس وبقلبها وباسبها على جنب علشان نبدأ نشكلها ممكن بقلق حسيت ان العجينة ملزقة في ايدك قوي تبلي ايدك دهنة زيت خفيفة علشان تبدأي تشكليها ببدأ اخد كرة كرة كده الكرة بتكون قد حجم اللمونة الصغيرة وبعد كده بضغطها على ايدي علشان افردها بالشكل ده وبحطها في الصينية ياريت طبعا ما تنسيش تدهن الصينية بتاعتك دهنة زيت خفيفة لان انا نسيتها دهنة والكوكز بتاعتي لزقت في الصينية بعد كده باخد بقى شوية من الشوكولات شيبس وبزين واجه الكوكز بس خدي بالك اضغطي الشوكولات شيبس جوه الكوكز عشان ما تخرجش بعد كده وخلي مسافات ما بين الكوكز عشان هو لسه بيكبر في الحجم شوية في الفرن بعد ما بخلص تشكيل كمية الكوكز بتاعتي بدخلها فرن متسخن قبل كده على درجة حرارة 160 من تحت ومن فوق ولو الفرن بتاعك فيه مروحة يبقى كفية على درجة حرارة 160 من تحت بس وبتشغل المروحة الكوكز بتفضل في الفرن بالضبط من 10 دقايق لربع ساعة بتطلعيها وتسيب الصجاد برا الفرن لحد ما تبرد تماما وما بتقرب الهوش لانها بتكون طالعة من الفرن بطارية ومش متماسكة سيبيها لحد ما تشد تماما وتكون بالشكل ده لو حابة تاكليها مقرمشة هتاكليها كده زي ما هي لو حبها قطرة شوية ممكن تحطيها جوه علبة أو برطمان انا هتعجبكو جدا وولادكو ان شاء الله يطلبوها منكو كل يوم استنوني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته